لم تكن عزيزة إلا اسما على مسمى كما تقول والدتها إلى أن قصفت إحدى المقاتلات الحربية بطريقة عشوائية إحدى مزارع المنطقة حيث تتواجد عزيزة صدمة لم تستطع تجاوزها إلى اليوم وضاعف من حالتها النفسية عياب زوجها لسنوات بسبب مطارطة ميليشيا الحوثيلة لينتهي بها الأمر نازحة هنا في العاصمة المؤقتة مع والدتها وطفلها هذه لم أعها أب ولم أعها أخ ولم أعها زوجها شلوها الحويتة وهي حامل بعض الطفلة الذي معها لها سبع شهور شلوها الحويتة لليوم والليلة لنجي في المقرة شلوها الحويتة لليوم والليلة لتحصلون إياها نروح لنصرف بونا وقالوا من الذين حصلوا بعد انتظار دام أكثر من خمس سنوات لا يزال هؤلاء بعدين عن ديارهم نازحين من مدينة حيز جنوب الحديدة إلى مديرية المعلى جنوب عدن لم يكادوا يستقرون في مكانهم حتى أصبحوا مهددين بالنزوح إلى مخيم آخر منذ أكثر من شهرين توقفت المساعدات الإنسانية بحسب البعض هنا وليس من أمل يلوح في الأفق حول إيجاد حلون تضمن لهم ولو القصة المقبول من حياة كريمة أو حتى آمال عن توقف الحرب ليتمكنوا من العودة إلى منازلهم وحياتهم التي افتقدوها كما افتقدوا أحباءهم ممن حصدتهم آلة الدمار المستنجة